لن تتمكن جماعة المرابطون التي تضم نساء ورجالا من التصدي للزوار اليهود في المسجد الأقصى في القدس المحتلة بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي مشي علون حضرها دولة الاحتلال أصدرت قرارا لتحضر الرباط هذا يعني أنها ستحضر كل من يدخل إلى المسجد الأقصى لأنه كل من يدخل المسجد الأقصى بتواجد فيه هو مرابط الرباط هو جزء من عقيدتنا وجزء من ديننا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن الأربعاء حضر الجماعة عازيا السبب إلى أن أجهزة الأمن القومي الإسرائيلي أقنعته بأن الأمر ضروري للدفاع عن أمن الدولة ورفاه عامة الشعب والحفاظ على النظام العام هي أماكن عبادة ومن حق كل إنسان أن يؤدي عبادته في المكان المقدس له والمستوطن هو الذي يأتي إلى مسجدنا هو الذي يأتي إلى بيتنا نحن لا نعتدي على أي مستوطن وجاء في بيان لمكتب علون أن المجموعة تشارك في نشاطات تحريضية وخطيرة ضد السياح والزوار والمصلين في الموقع كما تسعى إلى تقويد سيادة إسرائيل على جبل الهيكل لكن وفقاً للتفاصيل المتوفرة هناك الحركة الإسلامية التي تقوم بتمويل هذه وهناك أيضاً جهات أخرى وتراكمت عندنا معلومات على جهات أخرى التي تود فيما تود رفع أجندة سياسية بصبغة دينية وأخرى داخل الحرم القدسي الشريف ونحن لن نسمح بأي أجندة غير دينية أن تقوم بتعزيز نفسها على ملصة على حساب الحرم القدسي الشريف وتضم جماعة المرابطون فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة ومن عرب إسرائيل وبموجب الحظر فإن أي شخص ينظم أو يمول أو يشارك في نشاطات هذه المجموعة معرض للمحاكمة